السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اكوا بارك في باتومي في جورجيا تعتبر المتنفس الوحيد للاطفال في هذه المنطقة طبعا هي قديمة بالنسبة للكبار لكن بالنسبة للصغار ممتعة جدا الدخول باربعين لاري ولكن بدون تذاكر فلما تطلع ما تقدر تدخل مرة ثانية الا بتذكرها فاللي يدخل الحديقة الساعة 11 يفضل لما يطلع للساعة 5 مع وقت الاغلاق طبعا ما فيها اكل ولا شرب لازم تاخذ اكلك وشربك معاك عشان ما تغطر انك تطلع بالنسبة للاطفال هي ممتعة جدا اما شاطئ باتومي فهو شاطئ حجري يعني يتعب الارجل فيفضل ان الشخص ياخذ مع هذا مطاطي يستخدمه للمشي ويستخدمه للسباحة حتى في الماء طبعا الماء مجرد مترين ثلاثة الشخص شغرك فلازم الواحد ينتبه بط cholمي مَل عدد 용جي المصدد